اشتركوا في القناة السادس في علم الجبر المعادلات مطلوب مننا يا شباب نعرف في الدرس ده حاجتين اتنين الحاجة الاولى هو تعريف المعادلة ايه هي المعادلة والحاجة التانية كيف يمكن حل المعادلة ذهنيا نبدأ بالتعريف يا شباب ايه هي المعادلة المعادلة هي جملة تحتوي على عبارتين تفصل بينهما اشارة يساوي يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو كتبت لسيادتك كده جملة رياضية زي ما انت درست في صف سادس او في درس المتغيرات والعبارات جملة اسمها سين زيادتين دي كده يا شباب اسمها جملة رياضية لكن لو انا حطيت علامة يساوي وكتبت مثلا وليكن خمسة يبدي اصبحت معادلة فالمعادلة هي جملة تحتوي على عبارتين تفصل بينهما اشارة المساوي ده بالنسبة يا شباب يعني ايه معادلة؟ طب كيف يمكن حل المعادلة ذهنية؟ اللي هو الجزء التاني المطلوب مننا في درس النهار تحل المعادلة ذهنيا يا شباب بمنتهى السهولة عن طريق الحصول على قيمة المجهول ازاي الكلام ده؟ بص كده للسؤال اللي قدامنا ده سين زائد اتنين يساوي خمسة فالمطلوب من سيادتك عشان تحل المعادلة انك تحصل على قيمة المجهول اللي هو سين فهنفكر ذهنيا ازاي يا شباب هنقول يا طرق ايه هو العدد؟ اللي لو زودت على اتنين يدي لك خمسة طبعا يا شباب حاجة في منتهى السهولة العدد هو ثلاثة ازا ممكن انت جدا تتوقع ان الدرس ده كان درس سهل جدا وانت درسته في المرحلة الابتدائية لما كان بيرسم لك مربع فاضي كده ويقول لك مثلا زائد اتنين يساوي خمسة مسألة ده يمكن كانت في كتاب صفة اول ابتدائية يعني بيقول لك ايه هو العدد اللي لو زودت على اتنين يدي لك خمسة فطبعا العدد ده اكيد هو العدد ثلاثة فهو كل اللي سيادته عملوا بقى في درس المعادلات شال المربع ده وسمى مجهول سين صادعين لام وهكذا فكتب لك ان سين زائد اتنين يساوي خمسة وكان نفس الحل بالضبط اللي هو ثلاثة زائد اتنين يساوي خمسة اذا سين بتساوي اتنين وانت كده حلات المعادل طبعا الشباب هيسألك في الدرس ده على معادلات جمع معادلات طرح معادلات ضرب ومعادلات قسمة كلها حاجات في منتهى السهولة المطلوب بس منك تركز وانت بتحل تعالوا مع بعض نشوف مسائل ونشوفها نحل ازاي نشوف يا شباب مسائل تحقق من فهمك بيقولك يحل المعادلات التالية ذهنية السؤال الاول بيقولك باق ناقص خمسة يساوي عشرين لازم يا شباب وانت بتكره المعادلة تحاول تفهم المطلوب هو هنا بيقولك ايه هو العدد اللي لو طرحت منه خمسة يصبح عشرين وبالتالي اكيد العدد ده هو خمسة وعشرين طب ليه انا قلت خمسة وعشرين يا شباب لان خمسة وعشرين ناقص خمسة يساوي عشرين وبالتالي قيمة المجهول اللي هو كان باء طلعت تساوي كام يا شباب تساوي خمسة وعشرين السؤال التاني بيقولك تمانية يساوي صاد تقسيم تلاتة تعال كده نروح لجدوى للضرب ونسأل نفسنا يا طرق ايه هو العدد اللي لو قسمته على تلاتة يديني تمانية لو رحت الجدوى للضرب هتلاقي العدد هو اربعة وعشرين لاي ان اربعة وعشرين تقسيم تلاتة شباب في جدوى للضرب يساوي كام يساوي تمانية وبالتالي المجهول اللي كان في المعادلة اللي هو صاد يطلع قيمته باربعة وعشرين السؤال جيم بيقولك سبع عين بتساوي الستة وخمسة نفس الكلام يا شباب سبع عين يعني سبعة ضرب عين فكل المطلوب منك انك تعرف يا طرق ايه هو العدد اللي لو ضربته في سبعة يديني ستة وخمسين فطبعا يا شباب في جدوى للسبعة هتلاقي عندك سبعة ضرب تمانية يساوي ستة وخمسين وبالتالي المجهول اللي هو عين هتطلع قيمته بتساوي كام يا شباب بتساوي تمانية انت كده حلية المعادلات دي زهنية تعالوا مع بعض كده نروح لمسال تأكد وتدرب وناخد بعض التمارين على الدرس الجميل ده نبدأ بمسال تأكد يا شباب وبيقولك حل المعادلات التالية زهنية نفس فكرة المسال اللي فاتت بالزبط مثلا الاولى بيقولك خمسة وسبعين يساوي واو زائد اتنين وسبعين يعني ايه هو العدد اللي لو زودته على اتنين وسبعين يديني خمسة وسبعين فواضح جدا العدد ده هو تلاتة لان تلاتة زهنية اتنين وسبعين هيديننا بالفعل خمسة وسبعين وبالتالي قيمة واو بتساوي تلاتة السؤال التاني صاد ناقص تمانتاشر بيساوي عشرين خلي بالك بقى يا شباب عشان المعادلات الترح في ناس كتير بتقولك اوسيس سهلة العدد هو اتنين فلو جيه حط اتنين هنا هيقول اتنين ناقص تمانتاشر هل اتنين ناقص تمانتاشر يساوي عشرين لا طبعا يبقى الحل ده خاطئ فانت لما تيجي تفكر في الاجابة لازم تحطها تطلع لك الناتج صح في المعادل فاحنا تلوقتي بندور على العدد اللي لو طرحت منه تمانتاشر يتبقى عشرين فلو ركزت كده هتلاقي العدد ده هو العدد تمانية وتلاتين لي يا شباب لأن تمانية وتلاتين ناقص تمانتاشر بالفعل هيديني عشرين اذا المجهول صاد كنتو بتساوي تمانية وتلاتين اصاركم تلاتة ده لتقسيم تسعة بيساوي ستة يعني برضو يا شباب ما هو العدد اللي لو قسمتو على تسعة يديلك ستة فهتروح لجدول التسعة وتقول يا ترى ايه هو العدد اللي لو قسمتو على تسعة هيكون الناتج ستة فهتلاقي طبعا يا شباب العدد ده هو 54 لأن 54 تقسيم 9 يساوي 6 لأننا عارفين في جدول الضرب أن 6 ضرب 9 بيساوي 54 إذن قيم الدال اللي هو المجهول عندي هتساوي 54 نشوف سهر رقم 4 اختيار من متعدد سجل سليم وعمر 28 نقطة في مباراة كرة السلة سجل سليم منها 7 نقاط حل المعادلة 7 زائد سين بيساوي 28 لإيجاد قيمة سين التي تمثل عدد النقاط التي سجلها عمد يعني بمعنى صح كده يا شباب هو محتاجك تحل المعادلة دي شخصين بيلعبوا كرة سلة هم الاتنين سجلوا مجموع من النقاط مقداره 28 واحد منهم سجل 7 عاوزين نعرف التاني سجل كام يعني ايه هو العدد اللي لو زودته على 7 يديك 28 فطبعا يا شباب العدد أكيد هو 21 لأن 7 زائد 21 بيساوي 28 وبالتالي الاختيار الصح هو الاختيار به السهر رقم 5 نقود اشترت هند دفترا وعلبة ألوان بقيمة 7.5 ريال فما ثمن الدفتر إذا كان ثمن علبة الألوان 24.5 ريال طبعا يا شباب لو ركزت في المسألة هتلاقي البنت دي اشترت حكتين دفتر وعلبة ألوان بقيمة كام 7.5 ريال يعني المجموع الكل اللي هي دفعته 7.5 ريال لبا دا المبلغ الكل يا شباب طب يا طرى الدفتر بكام وعلبة الألوان بكام هو قال لك معلومة مهمة هنا أن علبة الألوان ب4 ريال و25 من مية يعني نكتب 4 و25 زائد بقى الدفتر الدفتر ده انت مش عارفه بكام فممكن تسمي الدفتر ده دال مثلا والمطلوب تجيب قيمة دال يعني ايه هو العدد اللي لو زودته على 4 و25 من مية يدي لك سبعة ونص طبعا يا شباب انت تقدر تعمل عملية بسيطة اذا كنت مش عارف تحسبها ذهنيا على طول ممكن تاخد السبعة ريال ونص دول وتنقص منهم 24 و25 من مية اللي هي دفعته لتمن علبة الألوان وتطرح طرح بسيط جدا نحط هنا صفرة عشان نوزن المسألة زي ما درست في ابتدائي صفر نقص خمسة ماينفعش والله استلف من الخمسة دي تبباربعة وهنا يببع عشر عشرة نقص خمسة خمسة واربعة نقص اتنين اتنين وسبعة نقص اربعة تلاتة ده معنى إن تمن الدفتر دا هيكون تلاتة و خمسة وعشرين من مية ريال ولو انت عايز تتأكد من حلك اجمع التلاتة و خمسة وعشرين من مية زيد اللي اربعة و خمسة وعشرين من مية أكيد الناتج هيكون سبعة ونص اللي هو المبلغ الكلي اللي هي دفعته نروح الشباب نحل بعض المسائل في تدرب وحل خلاص احنا عرفنا أفكار الدرس بالكامل فهنختار تلات أو أربع مسائل من تدرب ونحلهم نحل مسألة مسألة رقم ستة والمسألة رقم تسعة والمسألة رقم اتناشر السؤال رقم ستة بيقولك حل المعادلة باق زائد سبعة بيسوي تلاتاشر يعني ايه هو العدد اللي لو زودت عليه سبعة يدينا تلاتاشر فأكيد طبعا العدد ده هو ستة لأن ستة زائد سبعة يسوي تلاتاشر وبالتالي مسألتنا انتهت يعني بقى تسوي ستة المسألة رقم تسعة بيقولك نون تسوي تلاتين تقسيم ستة يعني أنا عاوز أعرف قيمة نون إذا كان الطرف الآخر بيسوي تلاتين تقسيم ستة طبعا الشباب في منتهى السهولة تلاتين تقسيم ستة بيسوي خمسة من جدول الضرب وبالتالي نون تسوي خمسة الصور رقم 12 سؤال نقود بيقولك يتقاضى عامل تسعة ريالات في الساعة الوحدة حل المعادلة تسعة سين بيسوي تلاتة وستين لإيجاد عدد الساعات التي يعملها ليجمع تلاتة وستين ريال يعني العامل ده بياخد تسعة ريال كل ساعة في آخر اليوم هو جمع تلاتة وستين ريال يبقى يا طرى اشتغل كمساعة يعني عايزين نفكر إيه هو العدد اللي لو ضربته في تسعة يديلك تلاتة وستين فطبعا يا شباب من جدول الضرب تسعة ضرب سبعة يديني تلاتة وستين وبالتالي عدد الساعة هنا اللي هو سين تساوي سبعة وكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم منه ما تنساش بها تعمل لنا لايك واشتراك للقناة